اشتركوا في القناة المياه والاعمال الصحية واللي هنتناول فيها مع بعض استرجاع او مراجعة عامة على عناصر دروسنا في مادة الرسم واللي تناولناها على مدار الترم كامل. كنا بنتكلم في البداية وده اللي هنحتاج ان احنا نقف عنده في بداية الحلقة وكل شوية كده في مع الشريح بتاعتنا هنقف عليها ونعمل عليها اثبت عشان نوضح الجزء الخاص بمقياس الرسم لان ده طبعا من اهم النقاط في مادة الرسم اللي بتعتمد عليها درجات الطالب وطبعا لان مقياس الرسم زي ما احنا عارفين وتكلمنا في حلقاتنا السابقة في الحلقات المسلسلة من مادة رسم الاعمال الصحية الصف الثالث. تكلمنا على اهمية مقياس الرسم وكيفية تحويله او تحويل من متر الى سنطي والمقياس المختلفة والطرق المتابعة في تحويل مقياس الرسم عايزين نأكد دايما وحابب في كل حلقة وفي كل لقاء دايما بأكد مع ابناء الطلبة على مقياس الرسم السابت واللي دايما بنستخدمه وبحاول ان انا اركز عليه اللي هو مقياس الرسم واحد الى عشرين. طبعا ده بداية الحلقة عندي وبداية المراجعة لازم نبدأ بمقياس الرسم واكد مرة واثنين وثلاثة لطلابي واحبائي عشان ده اهم جزء هنقدر بعد كده ان احنا نواصل به في الرسم. مقياس الرسم واحد الى عشرين معناه ان انا عندي كل واحد متر في الطبيعة. لو انا عندي واحد متر في الطبيعة يبقى بيساوي على الرسم خمسة سنتي على الرسم. ليه? او لان انا بقول واحد الى عشرين. لو انا جيت اركز كده ونبص مع بعض هنتكلم او نقول ان المتر فيه خمسة كام خمسة وعشرين لو انا هقسمه الى كل خمسة وعشرين سنتي هيبقى فيه اربعة. طب لو انا بتكلم على واحد الى عشرين معناها واحد الى عشرين يعني كل 20 سنطي في الطبيعة تساوي 1 سنطي على الرسم طب لما نجي نعكسها بقى أقول أن كل 1 متر في الطبيعة أو على الرسم اللوحة اللي هو هيكون مدهاني في الامتحان طبعاً احنا بنتكلم على الشقين الشق العاملي اللي ممكن هذاك تواجهه وتتعامل به في الحياة العادية واليومية في أثناء تأديتك للمهارات دي أو تشوفها أو تشاهدها أمامك وهي بتطبق في الواقع والحاجة التانية كمان أن أنت ده جزء أكيد حيجي لك فيه امتحان ولازم تكون متقن وعارف وفاهم وماهر فيه أداء عملية الرسم وخاصة الجزء الخاص بتحويل مقيس الرسم يبقى أنا ممكن أقول تاني يبقى إما المتر بيساوي 5 سنطي 1 متر على الرسم أو في الطبيعة يساوي لما أجي حوله على الرسم عندي عشان يبقى الوحة صغيرة عشان ما هوش من المعقول أن أنا عندي رسمة مثلاً في إيراب 175 متر أن أنا أشيلها كلها كده بنفس المقاس وارسمها وإلا كنت أحتاج طبعاً كم هائل وكبير جداً من اللوحات وما كانش ده حيساعدني إذن أنا محتاج أعمل حاجة أو ألجأ لطريقة الطريقة دي بيصغر بيها مقاس الرسم الطبيعي اللي هو في الطبيعة برة أو على الرسم اللي هيكون هو مدوني أحوله لرسمة صغيرة أقدر أن أنا أستخدمها وبالتالي إيس الصنطي عندي على اللوحة أو الخريطة زي ما بيسموها برة أو الرسم بتاعي أو التصميم أعرف أن الواحد صنطي هنا على الرسمة اللي إحنا هنرسمها كمان شوية بتساوي في الطبيعة 20 صنطي يبقى أنا عرفت كمان معلومة تانية أن الخمسة صنطي على الرسم عندي هنا هتساوي على الطبيعة واحد متر وبالتالي مهم جداً جداً أن أنا أعرف مقياس رسم واحد إلى عشرين بيشتغل إزاي وبحوله إزاي طيب بعد كده عندي مقياس رسم تاني مهم جداً اللي هو واحد إلى عشرة واحد إلى عشرة كل مكان مقياس الرسم أصغر لو أنت لاحظت أنا المرة اللي فتت كنت بقول أن بشتغل بمقياس رسم واحد إلى عشرين ده حاجة كبيرة شوية طب لما أنزل شوية واحد إلى عشرة معناها إيه؟ معناها أن أنا هوضح الرسم يعني كل عشرة صنطي هناك في المقياس التاني كان كل عشرين صنطي بيساوي كم واحد صنطي لكن هنا كل عشرة صنطي هتساوي واحد صنطي إذن الواحد متر عندي اللي كان هناك بمقياس رسم واحد إلى عشرين بيساوي خمسة صنطي عندي في مقياس الرسم 1 إلى 10 هيساوي 10 سنطي طيب يا مستر وحضرتك بتراجع لنا مقياس الرسم وإحنا في سنة تالت أقول لك آه ليه لأنه مهم جدا جدا مقياس الرسم وده أكتر الأخطاء اللي بتقع فيها أبناء الطلبة ما بيقدرش يحول عنده الأمطار وكسور الأمطار إلى مقياس رسم حقيقية على الواقع فبنفاجأ أن طالب عندي وليكن عنده جدار الحيطة الخارجي 25 سنطي يعني طوبة زي ما بنسميه والداخلي نص طوبة اللي هو 12 ونص طيب الخمسة وعشرين دول بمقياس رسم 1 إلى عشرين ما هنا مش هرسمه 1 إلى عشرة يبقى المسقط الأفقي هيترسم بمقياس رسم 1 إلى عشرين زي ما هنشوفه بيكون موجود أو مطلوب في الرسم بتاع 1 إلى عشرين لما اجا حول الـ 25 سنطي اللي هو سمك الجدار الخارجي اللي هي طوبة زي ما بنسميها برة مباني على طوبة كامل طوبة عندي على الرسم هتساوي 1 سنطي وربع أو 3 ملي ليه؟ لأن العشرين طبعا بواحد سنطي والخمسة بربع سنطي يعني بتلاتة ملي يبقى سمك الجدار الخارجي عندي المفروض هيترسم 1 سنطي و3 ملي بمقاس رسم 1 إلى كام 1 إلى عشرين طيب عندي بقى مشكلة تانية بتقابلني وبتقابل أبناء الطلبة وخاصة أو بالأخص في تخصص الأعمال الصحية وشبكات المياه ليه بقى لأن عندي جدار دايما داخلي أو أطوع زي ما بنسميه برة كده وبنشوفه كلنا في بيوتنا الأطوع اللي ما بين الحمام والطرقة أو في الطرقة أو فاصل مثلا غرف النوم عن الحمام والمطبخ أو ما شابه الأطوع دايما أو مجموعة الأواطيع الداخلية دي احنا بنسميها أواطيع الأواطيع دي بيكون سمكها أقل من الحائط الخارجي اللي هو لو أنا أباني الحائط الخارجي على طوبة اللي هي 25 بيكون الداخلي على نص طوبة اللي احنا بنسميه هندسيا 12 سنطي ونص طبعا باي لان الطوبة 25 يبقى النص هيبقى كام هيبقى 12 ونص سمك نص طوبة ده على مقاس الرسم التاعي اللي هو 1 الى 20 هيكون كام هيكون 6 ملي تمام كده وطبعا الملي ده او الواحد ملي زيادة عندي ده يعني مش كل ابناء الطلبة هتقدر منها تتقنوا انها تطلع النص صنط و1 ملي يعني انا اقدر اعمله على 7 ملي ليه لان انا برسم بمقاس رسم 1 الى 20 سمك الالم او سن الالم كمان اللي انا بشتغل به ممكن يكون 8 من 10 2 من 10 او 3 من 10 اذا هياكل معايا الواحد ملي ده هيروح في سن في سن الالم يبقى انا برسم 7 ملي عشان بعد كده بيصف معايا الستة ملي او 8 ملي عشان يصف معايا الستة ملي ده بالنسبة للأواطيع او الحوائط الداخلي الجزء التاني واللي اتكلمنا عليه بعد كده غير مقاس الرسم وتناولناه حاجة مهمة جدا جدا وتكلمنا عليها في مادتين وقلت قبل كده ان موادنا المعمارية بتتناغم في نغم موحد مع بعضها البعض عشان توصل بيك الى زي ما بنقول مستوى عالي من المهارة والدقة في الجانب النظري وما ينفذ بجانب عملي كذلك ما ينفذ في مادة الرسم يبقى انا عندي 3 مواد التلات مواد دول مرتبطين ببعض المادة بتاعتنا النهاردة اللي هي مادة الرسم الفني ومادة التكنولوجيا اللي بتحدد لي المأسات والمناسيب وعناصر الفرش وتوزيع الاجهزة داخل المسقط والمادة او الجانب التاني اللي هو الجانب العملي اللي هطلع به بنتيجة في الاخر ان ما درسته نظريا اطبقه او اقدر ان انا انفذه بمهارة وجدارة بشكل ايه بشكل عمل طيب الكلام ده بقى عاوزين نوصل به لايه عاوز اوصل ليه العنصر التاني من عناصرنا النهاردة في مادة المراجعة واللي اتكلمنا عليه في حلقة المراجعة النهاردة عن فرش الاجهزة الصحية هو عندي فيه الرسم وانا عايزك دايما تركز على كلمة فرش وتكون دايما مركز عليها لان المصطلح ربما يكون جديد على مسامعك او احنا اتكلمنا عليه قبل كده بس انا عاوز الفت نظرك لحاجة ان كلمة فرش دي انت هتسمعها كتير قوي في الفترة اللي جاية وخاصة فيه الجانب العمل يقول لي افرش الاجهزة الصحية يعني افرش الاجهزة خدناها في التكنولوجيا بمسمى تاني ومصطلح تاني اللي هو توزيع الاجهزة الصحية داخل الحمام او المطبخ خلي بالك وده له قوانين يا مستر طبعا له قوانين وقواعد وتكلمنا عليها زي ان القاعدة ما تكونش على اتجاه الابلة ما تكونش فيه مقابل الباب ما يكونش اتجاه الصرف على ناحية شباك عشان ما يجيش فيه عمود هيمر من خلاله يعق عملية الفتح الشباك او التهوية او الاضاءة والمواضيع اللي اتكلمنا عليها وان يكون دايما البنيو بيكون واخد ركن من اركان الحمام والتوزيع اللي احنا اتكلمنا عليه وما يمرش على مواسير صرف اثناء عملية الفرش كل الكلام ده اتكلمنا عليه كل ده رأى النهاردة هنطبقه وناخده وننفذه في مادة الرسم عمليا عشان نقدر نشوف كذلك عملية المناسيب والارتفاعات ومين بيصرف على مين لان احنا النهاردة المادة بتاعتنا او الداتا بتاعتنا النهاردة بتتكلم عن عملية رسم وتوزيع الاجهزة وكذلك تنفيذ عمليات الصرف ده في مادة الايه في مادة الرسم يبقى انا النهاردة مش هتكلم على تغزية سخن وبارد انما النهاردة الدرس بتاعي او المراجعة بتاعتي في مادة الرسم بتتكلم عن الصرف الداخلي والخارجي وانما اتكلم عن صرف داخلي وخلي بالك تاني وبأكد برضو على معلومة جديدة صرف داخلي معناه ان انا بصرف الاجهزة بتاعتي الداخلية يبقى انا عندي فرش الأول بوزع ثم بعد كده بعمل عملية صرف داخلي بشوف لو انا عندي حمام بنيو او مثلا حوض غسيل ايدي او حوض المطبخ بعيد عن الصرف في الاتجاه التاني او على الحائط الداخلي مش على الحائط الخريج قريب من الصرف اذا ده محتاج ان هو يصرف على بيبة او سيفون زي ما بنساكمه سيفون ارضية ده كله كده ده اسمه صرف داخلي فبشوف مين هيصرف على ايه وازاي وطريقة الرسم بتاعته ازاي ده كده اسمه صرف داخلي بعد كده هتكلم على الصرف الخارجي اللي هو بقى من الاعمدة من الاجهزة للاعمدة ومن الاعمدة الى غرفة التفتيش طبعا ومنها الى المجاري العمومية يبقى ده الصرف الايه الصرف الخارجي كده يبقى عملنا زي استعراض لعناصر الدرس بتاعنا وكذلك كمان تناولنا بعض النقاط اتكلمنا عليها بشكل كده مختصر عشان نفكركم دايما بالفرق ما بين عملية الفرش ويعني ايه التوزيع ويعني ايه المناسيب ويعني ايه صرف داخلي ويعني ايه صرف خارجي وايه اكون دقيق جدا في مقييس الرسم هنبدأ النهاردة ان شاء الله مع بعض كده ونروح للتمرين بتاعنا ونشوف الشرح بتاعتنا جايبال ايه معانا تمرين مبسط كده صغير عبارة عن حمام ومطبخ وده طبعا نموذج من اغلب النماذج اللي بتيجي فيه الامتحانات لو احنا هنتكلم ان الوجه الاستفادة بس القصوى ان احنا نعمل عملية مراجعة لالامتحان او نستعد لالامتحان لا كمان انا بكلمك ان العناصر بتاعتنا او الموضوعات اللي هنتكلم فيها النهاردة كمان تخصك في الجانب العملي لان من المفترض انك انت بعد ما تتخرج هتنفذ الكلام ده بشكل عملي في الواقع وتمتهن بمهنة السباكة او شبكات المياه والاعمال الصحية فلازم تكون عارف الكلام ده ويكون مريت به وشفته نظريا وعمليا وكمان هندسيا في عمليات الرسم وخلافه ليه؟ عشان لما امسك خريطة او تصميم اقدر اعرف ان المقصود بالكلام ده هو مثلا حمام بنيو كذا اكون عارف كمان النهاردة اهم جزئية بقى قبل ما نبدأ كمان اننا شغلنا النهاردة كله على المساقط الوفقي بمعنى اننا النهاردة هتكلم عن مصقة افقي فلما يقول لي المصقة الواضح امام حضارتكم مثلا او امامك عبارة عن مصقة افقي بيوضح كذا كذا المقصود بمصقة افقي اننا كل الحاجات اللي هتبان عندي او كل الاجهزة او الرسم اللي انا هشتغل عليه كله هايبان عبارة عن طول وعرض يبقى انا كده ما عنديش ايه؟ ما عنديش ارتفاع او زي ما بنقول الوجه الثالث او البعد التالت يبقى انا عندي كده هيبقى عندي بعدين بمعنى ادق تاني واسهل شوية ان انا هتخيل ان انا قاعد في غرفة والغرفة دي انا جيت كده وشلت السقف اللي موجود على الغرفة وببص عليها من فوق فهما هبص عليها من فوق كل اللي هشوفه عبارة عن ايه؟ عن اشكال هندسية مستقيمة زي ما بنشوف كده مثلا وليكن انا هبص على الحوت فالحوت ده انا هشوفه مربع من فوق لو هبص على دايرة هشوف شكل الدايرة بس مش هشوف البعد التالت لو هبص على مستطيل او حاجة مكعبة الشكل هشوف طبعا الجزء اللي ايه اللي من فوق كذلك هشوف الحوائط بتاعتي اللي هو السمك بتاعي من برة وكأن انا قطعت ايه قطعت البيت ده او القوضة دي وشلت السقف وده هتبص من فوق اذا الحوائط دي هتظهر معايا بما فيها خلي بالك بقى وده الجزء اللي انا بأكد عليه بما فيها من ابواب وشبابيك وفتحات طرقات او ما شابه كل ده هيبان معايا في المسقط الافقي عبارة عن خطوط يبقى انا كده اعرفت كمان ان الشكل او الرسم اللي انا هتعرض له واللي انا هشتغله كمان شوية عبارة عن ايه عبارة عن خطوط طول وعرض بس ما عنديش حاجة في الارتفاعات الا اذا طلب مني رسم وجهة والواجهات دي هنتعرض لها ان شاء الله في حلقة قادم نبدأ مع بعض كده ونشوف التمرين بتاعنا بيقول ايه طبعا هنا تمرين بيقول لي اهو زي ما تكلمنا في البداية من شوية ان الرسم الماضح عبارة عن المسقط الافقي بقى انا كده خلاص اول معلومة عرفتها ان انا هشتغل على مسقط افقي مسقط الافقي يعني كل الافعاد اللي هتبان عندي عبارة عن طول وعرض المسقط الافقي التنفيذي لحمام ومطبخ باحدى الشقق السكنية ارتفاع الدور طبعا مديني الارتفاعات والمناسيب ارتفاع الدور تلاتة مت والدروة خلي بالك مش الدورة ارتفاع الدروة المقصود بيها البلكونة وتكلمنا عليه لوصول البلكونة وتكلمنا عليه ان فيه فرق ما بين الدورة والدروة ان الدروة ده عبارة عن صور البلكونة اما الدورة اللي هو الحمام ومشاب بعد كده بلاطة السقف عشرين من مية او يقصد ببلاطة السقف اللي هو سمك صبت السق او سمك السق في نفسه والطاير واحد متر وولت الطاير ده عبارة عن متر كده زيادة او جزء من المواسير الصرف بيكون زيادة اعلى من ارتفاع البيت او اخر دور عندي بزود متر او 80 سنطي عشان ما فيش حد طبعا من الاطفال او اي حاجة منعا ان حاجة تسقط في المصورة دي وبعد كده تعمل عندي عملية كاتميليم عملية او موضوع الصرف الخارجي في الاعمدة سواء العمود التلاتة بوصة او العمود اللي اربعة بوصة فبعمل طاير الطاير ده بيكون اعلى شوية من نهاية الدور بتاعي اللي هو الدور الاخير وكان ارتفاع ارضية الدورة عن الشارع واحد متر وده طبعا جزئية حابب ايكد عليها تاني اني عندي هنا بص لو لاحظت بيقولي ارتفاع ارضية الدورة عن الشارع واحد متر الجزء ده خاص او بيخص دايما في رسم الوجهات لانه ما جرسم وجهة هحتاج الجزء ده طب ليه مستر ويعني ايه اصلا ارتفاع ارضية الدورة عن الشارع ارتفاع ارضية الدورة عن الشارع هو نفسه المصطلح لما اجا اقول ارتفاع السفل مثلا واحد متر طب هو ايه احنا محتاجين طب سيط طبعا يا مستر بشكل ايه اسهل شوية انا اقولك ان انا عندي دايما لو انتوا لاحظتم في المباني الجزء لما بيجي الراجل بيبني البيت بتاعه طبعا ازا ما كانش عامل بدروم في الارض تحت الارض يعني والمبنى بتاعه دور مرتفع عادي بنسميه دور ارضي علوي بيكون دور مرتفع على ارتفاع اربعة متر طبعا الدور ده بيكون بيجي على جزء معين اللي هو الميدة بعد ما بيعمل الاواعد طبعا كل ده بيكون تحت الارض مش باين لكن لما بيجي يعمل السمل بتاعه او الميدة بتكون معه منسوب سطح الارض قيمة السمل او الارتفاع ده بيكون دايما دايما عادة من ستين لتمانين وفي بعض الاحوال بيكون متر بس يخلي بالك إنه كل ما بيرتفع السفت كل ما يحتاج سلالم عشان يوصل للارتفاع اللي هو ارتفعه ده وبالتالي هيبدأ بعد كده يحتاج إنه هو يدخل في الشارع أو ينزل في الشارع وبالتالي ممكن يعرض نفسه لمشاكل مع الحي أو القسم الهندسي زي ما بنقول لأنه طبعا كده هيتجاوز حد ماهوش حده أو ملك ماهوش ملكه في الشارع طيب يبقى هو كده بيراعي نقطة الارتفاع عشان بعد كده هيتطر إنه هو يعمل سلم يقدر يوصل للارتفاع بتاعه طيب الجزء ده على بعضه بقى اللي هو ارتفعه عن الشارع هو ده اسمه السفل احنا بنسميه السفل فبيردمه وبعد كده بيبدأ بباب الشقة بتاع البيت بتاعه يبقى الجزء ده عبارة عن سفل وبنسميه ارتفاع أرضية الضورة عن الشارع وطبعا منسوب الشارع عندنا دايما بيكون منسوب الصفرة فعشان تكون عارف لما تشوفه في الرسم ومنسوب البيت اللي هو بداية الارتفاع بيبدأ مثلا ويقول لي وليكن 80 يبقى من صفر لـ80 التمانين دي اللي هي بداية المنسوب اللي هو عندي السفل ثم بعد كده ممكن يحط لي منسوب تاني على ارتفاع الضور وليكن مثلا 3 متر يبقى بدأ من صفر بعدين 80 اللي هو السفل بعد كده 3 متر اللي هو ارتفاع لارتفاع الضور ده كان فيه الجزء اللي بيخص عملية السفل وارتفاع أرضية الضورة عن الشارع ان الاتنين بيكون واحد ومعناهم الاتنين واحد نرجع تاني للشرح بتاعتنا كده ونستكمل ونشوف طيب ايه المطلوب مننا فبيقول لي هنا المطلوب رسم المسقطة الافقي بمقياس رسم 1 الى 20 يبقى انا كده عرفت وان انا هشتغل بمقياس رسم كام 1 الى 20 طيب موضحا الاجهزة الصحية داخل المسقط يبقى دي بقى الجزء اللي انا بتكلم عليه وقلتلك اللي هو عملية فارش وتوزيع الاجهزة داخل المسقط يبقى هو يجيب لك المسقط المعماري وعاوزك تحط الرسم في الاماكن اللي هي موجودة عندك في المسقط زي ما هو موجود ثانيا رسم الصرف الداخل الاجهزة وده اللي انا تكلمت عليه وقلت ان الاحواض مثلا وليكن لو حب عيد بيصرف على البيبة والبيبة بتصرف او السفون بيصرف على العمود الخارجي فده اسمه عبارة عن صرف داخلي اللي هو صرف الاجهزة على البيب اللي موجودة فيه الحمام والمطبخ رقم 3 رسم الصرف الخارجي من الاجهزة حتى الاعمدة ومن الاعمدة حتى غرفة التفتيش هنا طلعت بمعلومتين الصرف الداخلي والصرف الخارجي يبقى الصرف الخارجي خاص بالاجهزة على الاعمدة ومن الاعمدة الى غرفة التفتيش كل دي طلبات طالبها مني او مطلوبة مني في التمرين بتاعي ملحوظة هنا بيقولك اي ابعاد غير موضحة متروكة لتقدير الطالب ودائما الجملة دي هتشوفها في عملية او في مادة الرسم عشان بعض الاجزاء بيكون وضع الامتحان بيعتمد على قدرة الطالب ومدى ما تم دراسته ومدى تحصيله واستنتاجه للمعلومات المتروكة فانت عارف طبعا لو انا سبتلك الحوائط الخارجية وليكن ما كتبتش عليها المقاس الرسم بتاعها كام او قاسة السماكة الحوائط كام فانت عارف ان التخانة اللي موجودة من بره دي بتكون على طوبة واللي جوه بتكون على نص عشان اقدر افرق الاتنين من بعض ده التمرين بتاعي واللي هنشتغل عليه النهاردة وده الجزء اللي انا بتكلم عليه لسه من شواء وقلتلك ان الحوائط الخارجي اللي من بره ده سمكه واحد طوبة او سمكه 25 سنت طب هو مش موجود عندي يا ميستر طب اقدر افرق ازاي بينه وبين القطوع الداخلي لو لاحظت انا في التمرين هنا جايب لك قطوع واحد داخلي سمكه ارفع شوية من الباقي الخارجي اللي هو القطوع اللي باين امام حضراتكم ده على الشاشة واللي عليه الجزء اللي هو الحمام او حوب الغسيل الايدي اسف اللي موجود عليه ده وفيه فتحة الباب طيب ده معناه ايه معناه ان ده نص ده يبقى ده الحائط الخارجي اللي هو 25 والحائط الداخلي او القطوع الداخلي ده اللي هو سمكه عليها اندسيا حائط بسمك كام 12 سنطي ونص طيب عاوزين بقى دايما انا بقول لابنائي وحابب برضو قبل ما ادخل في موضوع الرسم ونبدأ ننفذ الكلام ده بشكل عملي اقرأ الرسم يعني دايما لو ابنائي بيلحظوني او يتابعيني الحلقات بتاعتي هيلقوني دايما بقول اقرأ الرسم الرسم ده بالزبط الشبه الرشدة اللي بيكتبها الطبيب او الدكتور للمريض من اللي بيقدر يقراها وبينفذ اللي فيها طبعا الصيدلي اللي فاهم اللي واقف فيه الصيدلية انت نفس القصة بالزبط حضرتك لازم تقرأ الرسم لان الرسم دي مش اي حد هيقدر يرسمها او اسف يقدر يقراها ويفهم المصطلحات اللي موجودة فيها كل مصطلح او رسمة من الرسمات اللي موجودة دي لها معنى ومعلومة انت بس الوحيد بتكون عارفة او الراجل المتخصص اللي درس عمارة عندنا او مدني هو اللي بيكون فاهم الكلام ده وعارف يعني ايه فتحة باب يعني ايه فتحة شباك يعني ايه فين البعد الطولي فين البعد العرضي يعني ايه ان الجهاز ده او الشكل الجهاز ده عبارة عن حض غسيل ايدي انا ممكن لو انا مش دارس او انا راجل مانيش في المجال اقدر لما بص على الرسمة وليكن رسمة حض ما بص عليها من فوق كمسقط افقي زيما هو ظاهر في الاسلاد بتاعنا اشوف وانا كراجل عادي بعين الراجل العادي ان ده عبارة عن مربع مربع ودخله مثلا دائرة او شكل ما هوش مثلا يعني متحد او متساوي الاضلاع طيب الكلام ده بالنسبة لي عشان انا راجل عادي لكن انت عشان راجل فاهم ودارس وعارف هتقرأ الرسمة وهتعرف تقول لي لأ ده عبارة عن حض غسيل ايدي ده حض مطبخ ده عبارة عن مرحاض فرانبي ده بانيو ده كذا ده بيبة ده صرف داخلي ده صرف خارجي الكلام ده كله دي فتحة باب فتحة شباك يبقى انا تاني بأكد عليك اقرأ الرسم ودن نفسك مجال الاول قبل ما تبدأ في عملية التنفيذ انك تقرأ بالراحة الاول وتشوف المعطيات احنا كنا زمان في مادة الرياضة بيديك المعطيات بيطلب السؤال بعد كده بيقولك المعطيات كذا وكذا وبناء على هذه المعطيات حضرتك بتبدأ في الحل وتبدأ تشتغل لاني بيديك معطيات وادوات مساعدة نفس القصة بالزبط انا بيديك هنا معطيات وادوات مساعدة اللي هي الرسومات اللي موجودة عندك بس كل الموضوع عندك ان انت هتاخد الرسم ده وتكبره بمقاس رسم او لو هنقول بقى تصغره بمقاس رسم اللي طبعا ده بالانطار هتصغره بمقاس رسم اللي احنا طلبينه منك اللي هو دايما واحد الى كام واحد الى عشرين عشان بعد كده اللي هيجي بعد منك او لو انت حدك مسؤول ورسمت الكلام ده اللي هيجي ينفز يقدر يمسك الخريطة دي او التصميم ده ويطلع منه الشغل ده وينفزه في الواقع نرجع بقى كده ونبص على عناصر الفرش بتاعنا وتعالوا نقرأ مع بعض الرسم زي ما انا قلتلكو في من شوية في بداية الحلقة لو بصيت هنا كده طبعا ده معناه في هنا في فتحة ان ده فتحة ارج يعني انا عندي في داخلة هنا مكملة باقي الشقة ولكن انت طبعا بما انك قسم اعمال صحية او شبكات المياه والاعمال الصحية ما يخصكش باقي التصميم قد ما يخصك الجزء الخاص بالحمام والايه والمطبخ وبالتالي احنا اعطاين لك الجزء اللي انت حتنفزه بس طيب الشكل ده كده الحوائط من برا اسمها شكل معماري يبقى انا كده لما باجا ارسم بارسم على كذا مرحلة المرحلة الاولى في عملية التنفيذ ارسم الاول الشكل اللي ايه الشكل المعماري ده عشان اقدر بعد كده افرش اللي جهزة موجودة فيه خلي بالك ان كل جهاز من دول هو عاوزك ترسمه في المكان اللي هو موجود فيه بالزبط يعني البانيو ده بانيو مسكة افقي طبعا في المكان ده يبقى انت تحطه في المكان ده ما تتفننش انت او تجتهد انك تنقل الكلام ده من مكانه وتحطه في مكان تاني وتعيد توزيع الرسم لأ طبعا انت ملتزم بالاجهزة واماكنها هنا حض غسيل ايدي طبعا ده مسكة افقي زي ما اتفقنا باصص عليه منين من فوق ده مرحاض غربي او قاعدة فرنجي زي ما بنسميها برا وبرضو مسكة افقي وده السفون اللي بيكون موجود في الظهر بتاعها عندي ده الصفاية او البيبة اللي موجودة في الارضية وطبعا الشكل ده اكتر الاشكال تعرفا او متعرف عليه اللي هو عبارة عن حوض غسيل الاواني او حوض الصفاية اللي بيبقى موجود في المطبخ كده ده الاشكال بشكل ايه بشكل الافقي او المسكة الافقي تعالى كمان نتعرف على شكل الباب او فتحة الباب وطبعا دي فتحة الباب وده مسافة الباب نفسه اللي هي الخشب نفسه ما بنسميه. والجزء الممسوح ده او التمانين مكتوب فيه تمانين. ده قيمة الفتحة. وخلي بالك دايما بتكون المسافة دي قد المسافة دي. يعني الجزء الممسوح ده قد جزء فتحة الباب. لان طبيعي طبعا ان الباب هيقفل كده. يبقى يقفل معايا المسافة. وقردي المسافة دي هتكون قد المسافة دي. نفس القصة طبعا دي فتحة باب. يبقى انا عرفت ان دي فتحة باب دي فتحة باب دي عبارة عن أرج أو فتحة مفتوحة مدخلة للطرق أو مكملة بعد كده لباقي عناصر المبنى ودي حواية خارجية اللي هي من بره دي واللي جوه دي أواطيع عبارة عن أواطيع داخلية عندي كمان العلامة دي أو الجزئية اللي قدامك دي عبارة عن شباك العلامة دي بتدل إن هنا في شباك فتحة شباك أنا المفروض كنت بحط لك طبعا فتحة شباك هنا أو لو هي مش موجودة أنا بحطها وطبعا بحاول دايما أن أنا أختار المكان الأنسب واللي يكون بعيد عن عمليات الصرف ودي برضو من ضمن الأجزاء اللي احنا بنسيبها عشان نشوف مدى قدرة الطالب على الاستنتاج والتفاهم لموضوع الرسم اللي موجود أمامه طبعا خلي بالك علامة الزائد اللي موجودة دي هو بيقولك إن في علامة الزائد ده أنا عاوزك تحطيلي هنا عين صاد يعني عمود صرف تحطولي هنا في المنطقة دي أنت كمان ما تجتهدش وتنقل العمود ده في مكان تاني هنا نفس القصة بيقولك أنا عاوز هنا عمود عمل هيكون في ظهره على طول المرحاض الفرنج نفس القصة النحية دي يبقى هو هنا عامل عمودين عمود صرف خاص هيصرف عليه المطابخ زي ما احنا شايفين كده وعمود طبعا صرف خاص بباقي الأجهزة اللي موجودة في الحمام يبقى هو هنا عامل عمودين صرف عاوزك تعمل أو تنفذ على عمودين صرف وعمود عمل وبعض بقى المصطلحات كده هنركز عليها مع بعض ولازم ألفت نظرك لها لأن دي زي ما بنسميها كده أو بنطلق عليها مفاتيح الخريطة مفاتيح الرسم اللي موجودة عندك فلازم تكون عرفها نكتبها مع بعض كده ونبص عليها عشان لما تيجي تقابلك في الرسم تكون عارف الرموز المستخدمة عندنا ايه عندنا اول مصطلح لو احنا بصينا كده اللي هو عين عين اربعة بوصة معناها ايه عين عين اربعة بوصة يقصد بعين عين اربعة بوصة يعني عمود عمل قطر اربعة بوصة وطبعا عمود العمل معروف انه بيكون عمود ايه اللي هو الصرف زي ما بنسميه الصرف التقيل اللي هو خاص خاص بالمراحيد يبقى انا هصرف على عمود العمل المراحيد وفي بعض المصالح اللي هي الحكومية المباول كمان بتصرف على العمود العمل يبقى قطره بيكون اربعة بوصة اربعة بوصة معروف ان البوصة عندي البوصة بتساوي 2.5 سنة يعني بنقول 6 من 10 او كسور احنا بناخدها دايما 2.5 سنة يعني الاربعة بوصة دول اربعة بوصة هيساوي 10 سنة يبقى قطر العمود بتاعي اللي انا حصرف عليه اللي هو المراحيض قطره 10 سنة اللي هي بتساوي اربعة بوصة انا كده فيهمت المصطلح ده هو ده اللي انا حابب ايكد عليه عشان لما تشوفه يقولك عين عين اربعة بوصة يبقى عاوز منك في المكان ده هو تحط عمود عمل قطره اربعة بوصة بعد كده عندي المصطلح التاني عين صاب تلاتة بوصة معناها ايه عمود صرف قطر كام قطر تلاتة بوصة لو لاحظت ان القطر هنا قال طبعا لان هنا هيصرف عليه يصرف عليه هيكون طبعا الليه الاحواض بجميع انواعها بقى حوض مطبخ او حوض الايدي او طبعا البنيو او حوض بنسميه حوض القدم اللي هو بيكون موجود دايما في الفنادق او في الاماكن اللي هي الحكومية وبيستخدم في الحمامات اللي هي مساحية تديئة عشان ما يشغلش حايز منين من الحمام وقطره بيكون طبعا قطره اقل شوية من الاربعة بوصة اذا هنا مهارة انا عايز اكد عليك فيها انك انت لما تيجي ترسم لان انا مقيمك هبدأ ابص على الملحوظات دي ودي بقى النقاط اللي بتميز طالب فاهم عن طالب تاني بيكون حافظ او اسف سوري يعني لجأ ليه عملية الغش وبالتالي هو مهوش فاهم الفرق ما بين العمودين انا كمقيم او كمصحح دي النقاط اللي انا بركز طبعا عليها زائد طبعا مقاييس الرسم ومدى نظافة اللوحة واعتدال بتاعها في عملية الرسم وضبط الايه وضبط الاقاع في الرسم نفسه يبقى انا هنا اقدر اقيمك ازاي لانك انت طبعا لو انت منتاش فاهم او مدرستش مدى الرسم كويس هتلجأ انك انت هتعمل طبعا انت شايفها عبارة عن دايرتين الدايرتين دول بعدم تقديرك وصرحتك هترسم الاتنين قط بعض انا ما جاء قيمك طبعا هتديك عليها كروس يعني غطأ ليه لانك انت كده اديتني دليل انك انت مش قادر تفرق ما بين عمود الصرف التلاتة بوصة وعمود العمل اللي هو قطره اربعة بوص نرجع تاني لمصطلح تاني من المصطلحات عندي ممكن بلاقي عين مثلا اتنين بوصة مش مثلا هو طبعا بيكون موجود اللي هو عمود طبعا تهوية عمود التهوية وده بيكون موجود فيه بعض الرسومات او في بعض المباني بيتم او بيستخدم فيه ضبط عملية الضغط على على اجهزة الصرف وده طبعا اتكلمنا عليه قبل كده في مادة التكنولوجيا وقلنا في ليه اثناء عملية تصريف السفنات في الادوار العلوية طبعا لو ما فيش هوا الهوا بينضغط مع الصرف اللي نازل من الادوار اللي فوق لو الضغط ده ملقاش حاجة تفرغه اللي هو الهوا اللي نازل للادوار العلوية ده عشان يفرغ الهوا منه ايه اللي هيحصل الادوار العلوية ممكن وارد جدا مع الضغط اللي جاي من فوق اثناء الصرف من الادوار العلوية ان عندي يحصل خلل في الصرف اللي موجود في الاجهزة اللي موجودة فيه الادوار اللي هي السفلية ويظهر عندي ممكن المية بترتفع منصوب المية بيرتفع في المراحيد أو المراحيد طبعا بأنواعها الفرنجة أو البلدي بسبب أن ما فيش تفريغ هوى موجود عندي وبالتالي بينلجأ هنا لعمود التهوية اللي هو 2 بوصة عشان يفرغ الهوى أثناء عملية ضغط السائل من الأدوار العلوية بيكون فيه هوى موجود فيه المواسير الهوى ده لو ملقاش حاجة تفرغه المية هتضطر أنها تنزل الضغط ده أو الهوى ده حيضغط على المية الحاجز المائي اللي موجود في الأدوار السفلية وبالتالي هترتفع عندي في الأواعد في الأدوار اللي هي الدور الأرضي أو الأدوار اللي هي تحت الأدوار العلوية بعد كده عندي كمان مصطلح تاني كمان من المصطلحات دي ودايما وارد في الاستخدام وباستخدمه اللي هو بيقول غين ته غين ته يعني غرفة تفتيش غين ته يعني غرفة تفتيش ودايما بلاقيه كاتب لي مثلا ستين في ستين وليكن مثلا على سبعين فلازم اكون عارف وفاهم ان الستين اللي فوق ده طول في عرض يبقى انت كده بطريقة غير مباشرة فهمت ان الرجل او المصمم اللي رسم الرسم دي بيقولك بيتحاور معك ويقولك ان الغرفة دي ابعدها اعمل لي غرفة هنا ستين في ستين طب واللي تحت ده بيكون عبارة عن ايه عبارة عن ارتفاع الغرفة يبقى انا كده عرفت المصطلحات اللي موجودة عندي واللي دايما هستخدمها في الرسم بشكل زي ما بنقول شكل دائم عندي في الرسمات عشان اقدر اتعامل بعد كده مع الرسمة بتاعتي او زي زمان كده ما كنا بنسميها مفتاح الخريطة مفتاح الخريطة بتاعي هو الرموز اللي انت اللي انا قلتلك من شوية فتقدر تميز الجزء ده عن الجزء ده وتقدر تعرف الرسمة بتقول ايه من خلال الرموز بتاعتي طيب هنبدأ مع بعض كده ونبص على الرسمة تاني نروح للشراحة بتاعتنا تاني ونشوف شكل الرسم بتاعنا انا عندي شكل معماري من بره وعندي اجهزة موجودة جوه متوزعها في الاماكن بتاعتها طب هو عاوز مني ان انا في النهاية نبص كده نروح للنهاية بتاعتي في النهاية بتاعتي هو عاوز ناوصل للشكل ده لو انت لاحظت كده ان انا عندي في صرف داخلي بعدين صرف خارجي موجود من الاجهزة على الاعمدة والاعمدة كمان مرسومة في اماكنها ثم من الاعمدة على غرف التفتيش طيب انا كده محتاج اهكد على جزئية تانية الاول ايه هي ان انا هنا في الرسم بتاعي لازم اكون عارف مقيس رسم الاجهزة بتاعتنا واكون اقدر افرق ما بين في المساقط المختلفة الفقية المختلفة للاجهزة بتاعت فلازم اكون عارف ان انا بمقاس رسم بتاعي واحد الى عشرين لازم تكون الحاجات دي سوابت عندي واكون عارفها على الرغم ان طبعا كل شركة لها منتجة ولها مقاساتها وتعدلت الانواع والمقاسات من شركة الى اخرى ولكن هنخلينا نثبت بعض المعلومات عندنا عشان نقدر ان احنا نكمل ويكون عاملين زي استندر واحد نقدر كلنا نجاوب بشكل موحن طيب عندي مثلا جهاز ولكن زي حوض غسيل الايدي حوض غسيل الايدي انا دايما بقول لي ابناء ارسموا بيكون ستين في ستين وطبعا في ستين في خمسة واربعين خمسة واربعين في ستين وتعدلت طبعا الانواع زي ما قلنا والشركات والاشكال خلينا فيه استابت بتاعنا اللي هو هرسمه عبارة عن ستين في ستين ده في الطبيعي ستين في ستين طب لما اجي احاوله ليه مقاس الرسم بتاعي اللي هو مقاس الرسم واحد الى عشرين واحد الى عشرين يبقى الستين دي هتبقى عبارة عن كم فيها كم عشرين فيها تلات يبقى ايزا تلاتة سنطي في تلاتة سنطي ده هيكون المسقط الافقي للحوض غسيل الايدي الشكل الايه الخارجي طب تعالوا نشوفوا مع بعض كده على الشريحة هو هنا جايبوا لنا ازاي او شكل الحض ازاي وفين الستين دي ليه هتوب عبارة عن ايه اهو لو انا بصيت كده على الحض بتاعي ده ده شكل من الاشكال المفروض ان هو مستطيل او قاسف معلش مربع يبقى كده ستين في ستين طبعا اشكاله متعددة وان كان الشكل اللي قدامي ده مستطيل موش مربع طبعا لان انا قلت تعدادة الاشكال واختلفت الانواع وكمان انا بقوله هو مستطيل هنا هو شواخد شكل ايه شكل بيضاوي في احد جوانبه من البداية يعني حتى كمان فيه الشكل الخارجي بتاعه يبقى ده طوله في عرضه يبقى انا ما بص عليه من فوق ابص عليه عبارة عن ايه عبارة عن مسقط افق طيب نروح على الرسم كده ونرسمه وشوف انا برسمه ازاي واسهل طريقة اللي انا طالبها منك عشان ترسم بيها فيه مقاس الرسم اللي هو واحد الى عشرين وبص على كده مع بعض على الرسم بتاعنا اهو انا بعمل مستطيل طوله 3 سنطي اسف مربع اهو 3 في 3 وانا رسمته كده يبقى 3 سنطي في 3 سنطي اهو وباجي على الرسم كده اهو 3 سنطي معايا وقافل الشكل المربع بتاعي طيب ده كده عبارة عن لو انا بحوله المقاس الحقيقي اللي برا هيبقى 60 في كام يبقى انا برسم كده حوط 60 في 60 حولته بمقاس الرسم فخليته كام خليته 3 في 3 عندي الجزء ده اللي هو الجزء الداخلي ده من برا لما بص على الحوط بتاعي من برا هسيب من هنا واحد سنطي ومن هنا واحد سنطي اهو وابدأ ارسم الرسم بتاعي كده واسيب من هنا كمان واحد ومن هنا واحد سنطي وباجي كده بطلع واحد سنطي يبقى انا بسيب من كل جنب كام بسيب من كل جنب واحد سنطي من الجناب دي يبقى الفراغ اللي عندي ده واحد سنطي من كل جنب والطول ده كمان طوله بس واحد سنطي خلي بالك ان هو كله على بعضه كان ثلاثة انا سبت واحد وانزلت كمان واحد يبقى فاضل عندي كام فاضل عندي واحد سنطي باجي بعد كده اهو بأي شكل من الأشكال بتاعتي وبرسم الشكل الداخلي أو التأويسة اللي موجودة عندي داخل الحوض بتاعي وكمان باجي في الداخل كده هنا برسم علامة زائد كده وبحط في قلبها دايرة صغيرة اللي هي الخاصة بالصفاية بتاعتي عندي هنا معلومة كمان عاوز أأكد عليها وأقول لكم عليها إن طبعا مفيش ممنوع وبكتبها هو ممنوع وجود أي زوايا قائمة داخل الرسم في الأجهزة يعني أي جهاز من الأجهزة دي لازم يكون حتى كمان في الشروط بتاعتي احنا كنا بنقول على أن يكون الجهاز أو الحوض خالي من الزوايا والشروخ والعيوب طب ليه الزوايا مستر عشان أنا لو عندي زاوية موجودة في الحوض بتاعي تخيل أن أنا عندي زاوية كده موجودة الزوايا دي هتتبقى فيها الرواسب يبقى أنا محتاج أننا يكون أملس خالي من الزوايا عشان أسحل عملية اللي إيه عملية التنظيف للبقايا اللي موجودة عندي في الحوض يبقى أنا كده عملية الرسم لو أنا شفتك طبعا في الرسم بترسم زوايا وسبتها زوايا بس يبقى برضو ده دليل من حضرتك ليا أنك أنت منتاش فاهم ومش متابع للدروس بتاعتنا في مادة الرسم طيب يبقى أعمل إيه مستر نبص بقى مع بعض كده بعد ما بترسم الكلام ده بخط خفيف أنا باجي أو مشاطف الزوايا دي ومبدأ أعملها عبارة عن إيه عبارة عن دورانات طبعا في الجزء الداخلي أما اللي من بره ده جسم الحوض من بره ده زوايا ده الجزء الداخلي اللي موجود واللي هيبقى موجود فيه فيه المية طبعا ده أول جهاز يبقى ده حوض حوض غسيل الأيدي يبقى أنا عرفت الحوض غسيل الأيدي وسبت المقاس بتاعه اللي هو ستين في ستين حرسمه على الرسم كام تلاتة سنطي في تلاتة سنطي وده أسهل شكل عشان ما نعقدش الأمور على أبناءنا الطلبة ويقدر أنه يرسم الموضوع ده بشكل سالس وسهل طيب بعد كده عندي حوض غسيل الأواني أو حوض المطبخ زي ما بنسميه حوض غسيل المطبخ حوض غسيل الأواني بيكون مقاسه متر وعشرين في ستين من مية متر يعني ستين سنطي متر وعشرين في ستين طيب متر وعشرين إزاي طبعا فيه الطول بتاعه متر وعشرين لما حاوله بمقاس الرأس واحد إلى عشرين الستين عم الستين بتلاتة سنطي طيب المتر وعشرين ضعفهم بكل بساطة خالص هو يعني أنا هرسم مستطيل ستة في تلاتة سنطي طيب نشوف مع بعض كده أقوم رسم كده مستطيل ستة أهو في تلاتة سنطي عشان أرسم الشكل الخارجي بتاع الحوض بتاعي من برة عشان لسه فيه مهارة تانية أنه أنا أرسمه إزاي من جوه أهو هرسمه المستطيل كده وأقفله بعد كده بعمل إيه باجي من النص وروح أسم أسم الشكل بتاع إزاي هاجي كده أهو أسمه أخليه تلاتة وثلات وروح أسمه نص أه أجي بقى على نص من الاتنين دول وباجي أرسم الحلة اللي هي بيكون فيها الصرف أو المية والجانب الثاني بيكون عبارة عن صفاية على الرغم على الرغم أنه طبعاً تعددت الأنواع وفي الشركات المختلفة زي ما شفنا أنا ممكن بلاقي حل رخام ممكن ألاقي حلتين وصفاية ممكن ألاقي صفاية واحدة وحلة بس أنا باخد المقاسي الإستندر بتاعي اللي هو اللي موجود واللي الكل متعرف عليه والشكل اللي موجود أما زاد عن ذلك طبعاً بتكون زيادة في الرفاهية وبتكون أنواع محددة وأماكن معينة اللي موجود فيها الأشكال دي فأنا باخد الشكل الثابت بتاعي اللي هو عبارة عن صفاية وحوط طبyan الاتنين دول عبارة عن إيه الحوط طبعاً بنسميه حل عشان تكون عارف حلت الحوط اللي هو الفتحة اللي موجود فيها ليه المي طيب الحظ ده معاسل الصندر بتاعه كام اللي موجود كام واللي نقدر هندسيا نشتغل عليه اللي هو الحظ السابت عندنا طوله متر وعشرين في ستين طوله متر وعشرين وعرضه ستين سانتي نبص عليه كده برضه بشكل طبعا وكلنا عندنا في المطابق بتاعتنا وإيه نشوفه في الأشكال بتاعتنا لو أنا عندي كده مثلا زي هذا kd ده الطول بتاعه اللي هو عبارة عن متر وعشرين والعرض اللي هو كان ستين ودي طبعا الحلة وده الصفاية وده الشكل الاستندر اللي معتمد عندنا هندسيا واللي بنشتغل عليه واللي مطلوب من حضرتك انك انت تنفزه في الرأس طيب نرجع نبص كده للمسقط بتاعنا والداتا بتاعتنا والورق ازاي حنقدر ننفذ الكلام ده بعد ما قسمته عاوز ارسم بقى الحلة بتاعت يبقى انا ارسم كده بسيب نص سنطي من كل جام دايما دي اصل طريقة بقول لولادي عليها عشان ما يتعبش او تبقى عنده مشكلة ويبقى في صعوبة والدنيا تبقى معقدة عنده لأ انا بقول لك سيب من كل جام بنص سنطي طبعا ده كده لو اسمناه ده تلاتة وده تلاتة وطبعا دي تلاتة وده تلاتة وده تلاتة يبقى انا اسمتها نصين اللي جوه ده هيبقى كام اتنين سنطي ونص في اتنين سنطي ونص ما تنساش وانت في الرسم وانت بترسمه ما تخرجش منه لما تعمل الكلام ده ان انا ما عنديش فاكر ما عنديه الزوايا في الرسم يبقى هعملها عبارة عن اشطف الزوايا دي بالاستيكة بتاعتي ولف الدورانات طبعا بشكل ايه خفيف كده يبقى انا عندي كل اللي موجود في الحلة دي عبارة عن دورانات وانت في نفس الشكل برضو بعمل علامة الزائد في المنتصف بالزبط اللي هو المحور وبعمل الصفاية بتاعتي دايرة صغيرة طيب باجي على الجنب التاني الجنب التاني بكل سهولة برضو ويسر عشان الموضوع ما يكونش صعب عليك وزي ما بقول لابنائي كل 3 ملي خد خط كده السمو اللي هو سمك الصفاية بتاعتي او حدود الصفاية اللي موجودة عندي وخلي بالك ان التلاتة ملي هي نفس التلاتة ملي اللي انت هتسيبها فراغ ما بين اخر الحلة يعني زي كده التلاتة ملي دي هتبقى ماشية معاك من اليمين والشمال في الشكل زي ما انتوا شايفين كده ده شكل الحوض حوض غسيل الايه غسيل الاوان طبعا ده مقاس كده مقاس ستندرد يبقى انا حولته من متر وعشرين الى مقاس رسم بمقاس رسم واحد الى عشرين الستين سنطي عملت معايا كان تلاتة سنطي بقى انت هترسمه في الرسم تلاتة سنطي العرض بتاعه والطول بتاعه كان ستة سنط عاوز ااكد على نقطة هنا حابب دايما انك تخلي بالك منها دايما ما تجيش وانت بترسم تحط الجهاز على طول على الحائط لازم تخلي مسافة ما بينه وبين الحائط على الاقل اتنين ملي طب الاتنين ملي دول ايه مستر او هم دول بيستخدمه في ايه عاوز اقولك ان دول تخانة او سماكة البياض او المحارة سابقا ما بنسميها بتكون موجودة ما بين الجهاز وبين المبنى نفسه اللي هو الطوب بتاعك نفسه بنسميها تخانة التخانة دي بسيبها انا اتنين ملي فاصل موجود ما بين الجهاز وبين اللي ايه وبين الحائط طيب نروح لجهاز تاني كمان من الاجهزة مهم جدا اللي هو المرحاض الغربي نبص كده مع بعض اللي هو بنسميها كده بالاسم السهل بتاعها اللي هي الاعداء الفرنج طيب الاعداء الفرنج عندي عبارة عن ايه عبارة عن جزء ايه طيب هي مقاساتها كم عندي كذا مقاس طبعا ومقاسات ستندر كتير لكن انا هاخد المقاس السابت بتاعه واللي هرسم به اللي هو هنعمله اربعين فيه تلاتين فيه خمسة وتلاتين سنت تمام يبقى انا كده عرفت ان طول الجهاز بتاعي هيبقى اربعين والعرض تاعه تلاتين والارتفاع طبعا خمسة وتلاتين وانا هنا ما برسمش ارتفاعات لان انا زي ما اتفقنا برسم اطوال طول وعرض مساقط اه افقية فقط طيب بعد كده هاعتبر ان ده جسم الحيطة بتاعتي هيبقى عنها اتنين ملي وابدأ ارسم كده اهو العرض بتاعنا اللي هو اربعين اربعين ده يعني كم بمقاس الرسم بتاعنا اربعين يعني اتنين سنت ليه لانا برسم بمقاس الرسم واحد الى كم الى عشرين يبقى اللي اربعين فيها كم اشرين فيها اتنين يبقى اتنين سنت طيب بعد كده هرسم السفون بتاعي السفون بيكونت عرضه عرضه اشرين سنت ما بقى لش عن ا Cherny يعني واحد سنتي يبقى انا كده رسمت اتنين سنتي اهو التخنة دي او العرض ده اتنين سنتي والكلام ده طبعا كام انا قلت ان ده عشرين هيبقى كم واحد سنتي بعد كده بسيب اتنين ملي بينه بين السفون اللي هو الفاصل اللي بيكون موجود في ظهر القاعدة عندي وباقي القاعدة وبطلع طول القاعدة عندي كام 40 خلي بالك يعني كام سنتي يعني 2 اطلع كده 2 سنتي اهو واطلع كده 2 سنتي وده اسهل شكل طبعا مش هدخلك فيه اشكال هندسية معقدة عشان ما تتعبش لا انا عاوزك ترسم بكل بساطة ونقول ان موادنا حلوة وسهلة والمعلومة مبسطة بعد كده باجي كده هو بشكل بالمصطرة زي كده مصطرة دوائر زي كده عندي او اشكال هندسية وقوم اعمل الدوران اللي بيكون موجود في المرحاض الغربي عندنا يبقى انا كده رسمت القاعدة بكل سهولة اهو 2 سنتي خلاص وعرفت ان الفاصل ده 2 ملي واتخانة دي 2 سنتي اللي هو العرض بتاع القاعدة بقى انا عندي كده جهاز 2-3 رسمتهم بكل سهولة ويوسط طيب الجهاز الرابع واللي موجود عندنا في الرأس اللي هو المرحاض او اسف حوض البنيو حوض البنيو عندي المقاسات بتاعته واللي موجودة طبعا انواع كتيرة وحوض زاوية وحوض دايرة واشكال كتيرة ومتعددة وضوارنين من الجنبين لكن انا الاسطندر بتاعي والهندسي اللي هو الحوض عبارة عن حوض مستطيل طوله 1.70 في عرضه 70 سنتي وده الاسطندر بتاعنا واللي بنشتغل عليه هندسيا وده اللي انا محتاج انك انت تحوله لمقاس رسم 1 الى 20 وتجري له عملية الرسم طيب نروح كده مع بعض ونبص عليها هيترسم ازاي انا عندي متر و70 في 70 طيب 70 من 100 طبعا 70 سنتي طيب السبعين دول بكام ما احنا قلنا نفكها ونعرف ان فيها كام عشرين عشان تبقى العملية سهلة عندي دول اتنين او هنقول تلاتة عشرين 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 يبقوا ستين والعشرة اللي بقية بنص يبقى انا عندي كده تلاتة سنتي ونص ده عرض البنيو طب تعالنا نروح ليه المقاس التاني عندي ده خلاص السبعين قري ده انا عرفتها بكام بتلاتة ونص والمتر عندي انا عارف ان المتر في مقاس رسم واحد العشرين بيساوي خمسة يبقى خمسة وثلاتة ونص يبقى تمانية ونص سنتي انا هرسم الطول بتاعي تمانية ونص مثلا اهو زي كده ده طول البنيو بتاعي وهرسم العرض ثلاتة سنتي ونص كده عبارة عن مستطيل ونشوف هنكمله ازاي بقفل المستطيل بتاعي اهو كده اهو لو بصيت عليه بقفل الشكل كده ده عبارة عن مستطيل طوله كان تمانية ونص في عرضه كان تلاتة ونص بعد كده بسيب سنتي من كل جنب سنتي من هنا وسنتي من هنا وسنتي من الجنب ده وسنتي من الجنب ده وابدأ ارسم الحوض اهو الحوض البنيو بالشكل بتاعه الداخلي وباجي انا سيبت سنتي من هنا خلي بالك ان هو كان طوله تمانية ونص وسيبت سنتي يبقى pagar عندي سبعة سنتي ونص بسيب انا كمان اثنين سنتي يبقى انا هرسم كام خمسة سنتي ونص يبقى انا هاجي كده وابنطلع كده خمسة سنتي ونص وامطلع من الناحية دي كمان كام خمسة سنتي ونص اهو وباجي برضو بمص appearing الدوائر بتاعتي او الاشكال الهندسية بتاعتي واعمل الدوران بتاعه اللي بيبقى موجود فيه الحوض البنيو اهو في الاتجاه التاني اللي هو اتجاه عكس الايه عكس الصرف وهنا باجي هنا هو بعمل الصفاية بتاعتي اللي هي محور كده زائد وبعمل الدايرة بتاعتي كده يبقى انا عندي الاربع اجهزة اللي موجودين في الرسم بتاعي رسمتهم بكل سهولة ويوس عندي كمان جهاز صغير خالص موجود اللي هو عبارة عن الصفاية الصفاية اللي هي البيبة اللي بتبقى موجودة في الارضية اللي بيصرف عليها الاجهزة داخلي عشان بعد كده هي تصرف على الاجهزة الخارجية طيب انا برسمها هي كان طبعا مقاساتها كتيرة ومتعددة ولكن انا عندي مقاس استندرد لها اللي هو عشرين سنطي في عشرين سنطي البلعة زي ما بنسميها انا هرسمها بمقاس رسم واحد الى عشرين طب كما مستر خلاص انا سامع حد من ابنائي بيقول لي خلاص مستر احنا عرفنا ان العشرين سنطي بواحد سنطي يبقى دي هتكون سهلة جدا عندي هحولها بمقاس رسم واحد الى عشرين اذا هي هتترسم عندي واحد سنطي في واحد سنطي طب تعال نشوفها كده مع بعض يبقى انا هرسمها واحد سنطي مربع كده في واحد سنطي اهو بعد كده بقوم رسم جواها دائرة صغيرة كده اهي ممكن نرسمها بلون تاني كده عشان تبقى بينا معنا اهو في المنتصف بالزبط طبعا ده الغطى وبقى اعمل بس كده الشرط بتاعيتها ده عشان تبقى عندي ان دي عبارة عن ايه بيبة او صفاية صفاية ارضية او بنسميها بيبة ده الاسم الهندسي او طبعا بالاسم الدارج بتاعنا بلع تمام يبقى انا كده دي مجموعة الاجهزة بالمقاسات اللي انا عاوزك ترسم بيها ودائما تكون ثابتة عندك في الرسم عشان تقدر تنفذ التمرين بتاعتك بكل سهولة ويسرق واذا حفظت المقاسات دي وبقى تستندر عندك بعد كده الموضوع كله هيبقى سهل جدا وبسيط ونروح للرسم بتاعنا ونشوف اولى خطوات الرسم المعماري للاجهزة طبعا انت خلاص فهمت الاجهزة وعرفتها ترسمها ازاي والمقاسات بيتسبتة عندك بقى ان انت ترسم الشكل المعماري ثم بعد كده بنفس طريقة الرسم اللي انا علمتها لك من شوية هتحط الاجهزة دي او تفرشها او نسميها توزيع الاجهزة دي داخل الاماكن اللي هو شاورلك عليها وقالك حطيلي هنا كذا او حض كذا او غسيل كذا او اواني او مطبخ يبقى انت عندك الستندرد بتاعك موجود والمقاسات سابتة كل القصة انك انت تتعلم ازاي تحول مقيس الرسم وترسم الشكل الشكل المعماري طيب نشوف الشكل المعماري ونبص على الاول على الرسم بتاعنا ونرجع الشراح بتاعتنا كده بسرعة ونشوف الشكل عندنا كان عامل ازاي والمقاسات فيه ازاي لو بصينا كده هنا بيقول لي طبعا اول جدار عندي دايما نقول لولادي ابدأ من الشكل الشمال وانت رايح على اليمين تمام فتبقى انت عارف ان من الشمال هتبدأ بالعناصر الرئيسية اللي موجودة دي وحنقول هلك كده في عجالة عشان تكون عارف لان خلاص هنصير الباقي استنتاج لك لان انا طبعا شرحت لك الاجهزة وازاي توزع الاجهزة فاللي باقي ان انت هتقدر ترسم الشكل المعماري ابدأ بالجدار الاولاني ده بعد كده اللي بعده 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 عن الاولاني كام 25 يعني سمط وربع بعد كده اشوف المسافة الجدار التاني اللي عليه الدور هو الجدار ده طب المسافة كام يا مستر 2 سنتي 2 متر فوق اهي ونص المتر بخمسة يبقى انا عندي كده 10 سنتي وعندي هنا 2 ونص يبقى 12 سنتي ونص ارسم الجدار التاني بعد كده الجدار التالت بعده كام من ده اللي هو 2 متر بتاع المطبخ مقاسه كام هيبقى عندي 10 سنتي بعد كده بابدأ ارسم افقي عفوا اشوف المقاس ده كام المقاس ده 2 ونص زي ده يعني اذا الحمام ده عندي مربع ثم بعد كده 1 سنتي 1 متر وربع وبنكتفي بهذا القدر وبفكركم ان احنا اتكلمنا عن الفرش وعناصر التوزيع ان شاء الله باذن الله نوعيدكم في الحلقات القادمة نستكمل عمليات الصرف الداخلي والخارجي دمتم لكم في امان الله دمتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة